موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي والبداية بأبرز العنوي موسيقى خلال تصويت مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات ترحب بالحفاظ على استقلالية عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق عبر فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيدة رحمة بن تحمود بن أحمد البوسعيدية كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تعزية ممثلتين إلى صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة سيريلا رمفوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في ضحايا حريق مبنى أسفر عن وقوع عدد من الضغفات والجرحة متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تعزية ممثلتين إلى فخامة سيريلا رمفوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجكستان في ضحايا الفيضانات والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحة متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تعزية ممثلتين إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمون بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنيات إلى فخامة شوكة مرديايف رئيس جمهورية أوس فاكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتين تهنيات ممثلتين إلى فخامة الرئيس شوكة مرديايف وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان برقيتين تهنيات ممثلتين إلى معالي عبدالله عاربوف رئيس مزراء جمهورية أوس فاكستان كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنيات إلى فخامة زوزانا تشابتوبوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتين تهنيات ممثلتين إلى فخامة الرئيسة زوزانا تشابتوبا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان برقيتين تهنيات ممثلتين إلى معالي لودوفيت أودور الرئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا رحبت معالي السفيرة لانا زكي نسيب المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل والتي تتضمن عددا من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات وألقت دولة الإمارات بيانا أمام مجلس الأمن أمس لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم 2695 أكدت خلاله أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود يونيفيل في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار تعزز استقلالية عمل يونيفيل وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة القوة إلى جميع المواقع ذات الاهتمام في كافة مناطق عملياتها دون عوائق إضافة إلى ذلك تمكنت الدولة من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول يونيفيل إلى ميادين الرماية غير المصرح بها والحفاظ أيضا على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو عاقة الدوريات المعلنة وغير المعلنة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واختتمت معالي السفيرة نوسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات إذن للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مرسلتنا زميلة غيدة جبيلي أهلا وسهلا بك غيدة معنا في نشرة الثالثة إذن القرار الأخير تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفل والذي تضمن عددا من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات أصدى هذا القرار في الداخل اللبناني غيدة نعم يسرا بالفعل وبعد تأجيل ومشاورات حتى اللحظات الأخيرة اتخذ قرار مجلس الأمن بالتمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان وامتنعت روسيا والصين عن التصويت هناك ثلاث نقاط أساسية تم التطرق إليها خلال هذه المفاوضات أولها والعقدة الأساسية التي كانت تتمحور حول قدرة الجنود الدوليين في جنوب لبنان على العمل بحرية هذه المسألة قد حسمها القرار وأعطى لليونيفل بحرية التحرك باستقلالية من دون إذن مسبق من أي جهة ولكن بالتنصيق مع الحكومة اللبنانية النقطة الثانية التي تتعلق بالتعديلات التي كان قد طلبتها الحكومة اللبنانية والتي تتركض على تعديل اسم أو تسمية القسم الشمالي من قرية الغجر بأنها محتلة بالإضافة إلى البند المتعلق بالتنصيق بين قوة اليونيفل والجيش اللبناني وأيضا الحكومة اللبنانية وذلك تحسبا لأي توترات في نطاق عمل أما النقطة الثالثة واللافتة كانت تتعلق بأنها المرة الأولى التي ينطقت خلالها مجلس الأمن اليوم وضع منشآت على الخط الأزرق مرتبطة طبعا في الإشارة إلى منظمة أخضر بلا حدود والتي أدرجتها الولايات المتحدة مؤخرا على لائحة العقوبات باعتبارها جهة أو واجهة لحزب الله هذه النقاط الأساسية التي تطرق إليها هذا القرار والمشاورات بالخلاصة يسرى وفي ردود الفعل يمكن القول بأن لبنان اليوم راضي كون هذا القرار يرضي الطرفين إن كان اليونيفل من جهة والحكومة اللبنانية وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد رحب بهذا القرار واعتبر بأنه لطالما البند اليوم المتعلق بالتنصيق بين اليونيفل والحكومة اللبنانية موجود في هذا القرار فبالتالي هذا بحد ذاته يعتبر ارتياحا نعم شكرا لك على هذه المداخلة معنا من بيروت مباشرة مراسلتنا غيدة جبيلي شكرا جزيلا لك ونقف الآن معكم عند آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومسجدات الصراع عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير فوتين نظيره التركي رجب طايب أردوغان في مدينة سوتي المطلة على البحر الأسود في جنوب روسيا الاثنين المقبل وفق ما أعلن الكريمبلين اليوم وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المباحثات ستجري في سوتي بين الرئيسين وكانت أنقرة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء إمكانية إحياء الاتفاق بشان تصدير الحبوب الأوكرانية ميدانيا أحبطت روسيا اليوم أو نتابع معكم هذا التقرير اتفاق تصدير الحبوب الروسية الأوكرانية أو ما يعرفه بمبادرة حبوب البحر الأسود يعود للواجهة من جديد متأرجحا بين نجاح وإخفاق رغم المساعي الدولية التي تبذل لإحياء ذلك الاتفاق موسكو التي تعد من الأطراف المعنية وصاحبة الأفضلية في قرار التصدير ما زالت تتمسك بشروطها التي وضعتها لاستئناف عملية التصدير وأهمها ربط أحد البنوك الروسية بنظام سويفت واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وكذا رفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين والوصول إلى الموانئ مع استعادة خط تشغيل خط أنابيب الأمونية وإلغاء حضر حسابات الشركات المتعلقة بإنتاج ونقل المنتجات الزراعية كما ترى موسكو أنها وفت بما يخصها في الاتفاق متهمة الطرف الآخر بعدم الوفاء بواجبته مع تأكيد وزير خارجيتها لوفروف أن بلاده لن تكتفي بعد اليوم بالوعود بالنسبة إلى صادراتها الزراعية بل تريد ضمانات مع نتيجة ملموسة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد أما تركيا الوسيط الأبرز في الاتفاق فشدد وزير خارجيتها هاكان فيدان خلال زيارته إلى موسكو على أهمية استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في وقت يستعد فيه رئيس رجب طيب أردوغان للتوجه إلى سوتش روسية بعد أيام قليلة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمل إحياء العمل بالاتفاق بدورها كشفت الأمم المتحدة عبر أمينها العام جوتيريش عن رسالة إلى لافروف تحمل في طياتها مجموعة من المقترحات لم يكشف عنها لكنها تهدف إلى إحياء الاتفاق مع تأكيده بأخذ الطلبات الروسية بعين الاعتبار أملا بالتوصل هذه المرة إلى اتفاق دائم لا يهدده خطر التعليق ومع تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق البحر الأسود تترقب دول عدة إحياء هذا الاتفاق مجددا تجنبا لأزمة غذاء عالمية قالت الأمم المتحدة إنها تفاقمت منذ العام الماضي في وقت تعد أوكرانيا وروسيا على رأس قائمة مصدري الحبوب والآن بالعودة إلى الوضع الميداني أحبطت روسيا اليوم هجوم ليليا جديدا بمسيارة في منطقة موسكو على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة بدون أن يذكر وقوع ضحايا أو أضرار وأعلن سرغيسو بيانين عبر تيليجرام أن قوات الدفاع الجوي قرب إحدى الضواحي شرق موسكو في ليو بيرتسي أحبطت محاولة جديدة لتوجيه مسيارة إلى موسكو وضف أنه لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية الثالثة مستمرة معكم وتتابعونا فيها بعد قد بعد الإنقلاب المعارضة في القابون تدعو العسكريين إلى تسليم السلطة للمدنين والاتحاد الإفريقي يعلق عضوية لبرتس أهلا بكم من جديد وقبل مواصلة النشرة تذكير بأبرز عنوينها خلال تصويت مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات ترحب بالحفاظ على استقلالية عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فوتين يستقبل أردوغان في سوتي الاثنين المقبل وملف اتفاق الحبوب على رأس المباحثات في الشان اليمني أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس جرودنبارغ مساء أمس أنه أجرى ومكتبه مناقشات واسعة نطاق مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنين من أجل تحقيق السلام في البلاد والتغلب على التحديات الاقتصادية وقال مكتب المبعوث الأممي أن تلك المناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية وسبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة والتخطيط لوقف إطلاق النار في موضوع آخر وبعد إدانته الانقلاب في الجابون قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إن عدوى الانقلابات تفاقم مشاكل الدول التي تواجه صعوبات في الحكم مؤكدا أن الانقلابات العسكرية ليست الحل منطقة غرب ووسط إفريقيا شهدت في مدة زمنية متقاربة منذ 2020 ثمانية انقلابات عسكرية تتلت الانقلابات منذ 2020 في غرب ووسط القارة الإفريقية آخرها ما حدث في الجابون وقبلها بأسابيع ما شهدته النيجر مشهد وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بعدوى الانقلابات المتفشية في المنطقة جوتيرش الذي أقر بوجود مشاكل جدرية في هذه الدول قال إن الحكومات العسكرية ليست الحل بل تزيد من مفاقمة المشكلات داعيا إلى أعلاء سيادة القانون والحكم الدستورية خارطة الانقلابات العسكرية المتفشية في القارة الأفريقية منذ 2020 وآخرها انقلاب الجابون الذي جاء أسابيع قليلة بعد انقلاب النيجر وقبلها بوركينفاسو وغينيا ومالي مؤشر قوي على أن أرضية عدم الاستقرار السياسي في تلك الدول المشتركة ففي الجابون حيث الانقلاب الأحدث زمنيا يقول الضباط الذي نستول على السلطة وعين قائدا للمرحلة الانتقالية إن البلاد تشهد أزمة على كل المستويات اقتصادية والسياسية وتقول المعارضة هناك إن نتائج الانتخابات التي أفاضت الكأس تم التلاعب بها وتزويرها معارضة باركت خطوة العسكريين وتنتظر منحها فرصة لمناقشة مصير البلاد وإصلاح المسار ووسط دعوات للهيئات الدولية لتعزيز جهودها الدبلوماسية لإرساء السلام والاستقرار والديمقراطية في القارة أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية الجابون بعد قرار مماثل للنيجر شهر الماضي في مسعى للضغط من أجل إعادة المسارة الدستورية تنددات دولية عزلة دبلوماسية محاصرة اقتصادية أدوات بها يحاول المجتمع الدولي الذي يبدو قالقا مما آلت إلهي الأوضاع في دول وسط وغرب القارة الأفريقية مسك زمام الأمور والإبقاء على نافذة للحوار تجنبا للخيارات العسكرية التي قد تأتي بمزيد من الانقسام والفقر إذن لمناقشة مزيد من تطورات هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس المحلل السياسي سيد أليكسندر كاتب سهلا بك سيد أليكسندر معنا في نشرة ثالثة وأبدأ معك بمفارقة بين ما جرى في النيجر وتعاطي القواء الغربية مع الوضع والآن ما يحدث في القابون نعم هناك بعض المفارقة والاختلاف لأن هذه البلدين ليست في منطقة واحدة في النيجر في منطقة الساحل وهو ينتمي إلى إفريقيا الغربية أما غابون فهو في إفريقيا الوسطى وأيضا من طرف مستوى التطور والثروة فالغابون يمكن القول أنها دولة غنية لها ثروات كبيرة ثروات طبيعية كالغاز والبترول وغيرها من المعادن أما نيجر فهو دولة فقيرة جدا فهناك مفارقة ولكن في هذين الوضعين فنرى أن هناك السيناريو يتجدد وهو انقلاب عسكري بعد وقت من تراكم الأزمات في هذه البلدان سيدة أليكسندر بعد القوى الغربية دعنا نتحدث عن المجموعات الإفريقية كان هناك تنديد من قبل مجموعة إكواس على الوضع في النيجر والآن تنديد من مجموعة إيكاس الوضع في القابون ولكن حتى الآن لا توجد تحركات توازي هذه التنديدات كيف تقرأ هذا الجمود سيدة أليكسندر؟ نعم أظن أن هذه التنديدات ليست لها أي واقعية لأن دول سيما كانت في غرب إفريقيا مثلا قوى كنيجيريا لا تريد حقيقة أن تتدخل عسكريا في هذا الوضع وأن تضيع الجنود والخصائر المادية والبشرية في مثل هذه الأزمات وهذا أيضا ما سنراه في غربون فهذه كلها تصريحات سياسية للضغط على المنقلبين ولكن في نهاية الأمر التسوية ستكون سياسية والكل يعلم بذلك نعم بالفعل تسوية سياسية كان هناك مقترح نيجيري بفترة انتقالية لمدة تسعة أشهر تليها انتخابات في النيجر وأيضا الوضع في الغابون كما هو مطالبات بانتخابات بعد فترة انتقالية ولكن هل من المتوقع أن يسلم العسكريون السلطة لحكومة مدنية منتخبة بعد فترة نعم الوضع هنا مختلف بين النيجير والعابون مثلا ففي النيجير يمكن أن يبقى العسكريون في السلطة لمدة أكبر ربما لأنه ليس هناك أي حل مدني أو تسوية مدنية في الوقت القريب لهذه الأزمة أما في غابون فكانت هناك انتخابات وهذه الانتخابات الكل يعلم أن الرئيس السابق خسر هذه الانتخابات ولكنه أراد أن يبقى في السلطة فهناك قادة في المجتمع السياسي وشخصيات يمكن لها أن تأخذ السلطة من المنقلبين وهذا قد سيتم خلال ربما أسبوع أم أشهر من اليوم فالتسوية في هذا الوضع هي أسهل مما هو في النيجير مثلا شكرا لك على هذه المداخلة معنا أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية الدكتور ألكسندر كاتب من باريس شكرا جزيلا لك دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من لائحة اتهام جنائية واسعة نطاق في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولاته إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وطلب فصل قضيته عن باقي المتهمين البالغ عددهم ثمانية عشر شخصا وقال ترامب في وثيقة قدمها للمحكمة العليا لمقاطعة فولتون إنه أوضح من خلال توقعه على الوثيقة تأكيدات نفه هذا الاتهام الرسمي قائلا إنه غير مذنب فيما يتعلق بلائحة الاتهام في هذه القضية وهذا الدفع يعني أن ترامب لن يمثل شخصيا أمام المحكمة الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات في الشان الأمريكي أيضا طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأمريكي التصويت سريعا على تمديد تمويل الحكومة تجنبا لحصول إغلاق في الولايات المتحدة في غضون الشهر وهو شلل قد يصيب الإدارة الفيدرالية بكملها وقالت مديرية الميزانية في البيت الأبيض إنه من الواضح أن تمديدا قصير المدى سيكون ضروريا الشهر المقبل فيما شارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبير إلى الحاجة لتمويل برامج مهمة للأمريكيين وتلبية احتياجات عاجلة وضيفة أنه من دون تصويت سريع قد تصبح برامج للمساعدات الغذائية في خطر وقبل الختام هذه نظرة على أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات تداول موسيقى 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 إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام نشرة الثالثة قدمناها لكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي شكرا على حسن المتابعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى